هل في قاسم مشترك مبين حصوة المرارة وتكايس المبيضين وحمل خارج الرحم ولغباط الدورة وسكر او ضغط هل في قاسم مشترك ما هو الخلل الهرموني والخلل الهرموني والمتابوليك سندروم هو افزع من اي وباء ممكن يكونوا على مستوى الكون افزع من الكوليرا وافزع من الكورونا ومن السرطانات ومن كل الامراض اللي موجودة على وجه الارض لدرجة ان السكر والضغط زاد في كل البيوت والناس بقت خلاص اتعودت ان سكر او ضغط سكر او ضغط سكر او ضغط طيب اعلاقة ايه بقى اللي انا بقوله تكايسات المبيضين بالسكر او الضغط ده قصة كبيرة جدا السوبيان عندهم شعر غزير او صلع مبكر والبنات عندهم تكايس مبيضين وتكايس المبيضين 30% من عندهم تكايسات مبيضين بينتهي الحال بهم لضغط مرتفع وامراض قلب او سكر لاستهلاك الانسولين في البنكرياس البنكرياس هو عبادري والانسولين لما بيطلع مقاومة الانسولين عند المرضى دولة بيخلي عندهم حاجة اسمها من الكبد يطلع هرمونز تاني اسمها انسولين لاي جروت فاكتورز دي بداية المشاكل الرهيبة لكل البنات بقى وكل السيدات من اورام حمدية وخبيثة كمان رحوا شوفوا كل المستشفات الموجودة اسألوا مستشفات بهاية وسألوا الناس اللي اتعرضوا لتكايسات مبيضين لمدة طويلة ودورة ما بتنزلش واستروجين عالي ونهايتهم المحتومة 30% منهم سرطان ساد سرطان رحم وسرطان برساتة عند الولاد للامهات اللي عندهم سكر او ده هل ممكن الراجل يجيله تكايسات مبيضين زي المرأة اللي جلع تكايسات مبيضين اه بالفعل بيحصل بس اسمه انالوج للبسي او عشان هم عندوش مبيضين ولكن التغيرات اللي بتتم عليه ككليا هي نفس التغيرات اللي بتتم على المرأة اللي عندها تكايس مبيضين شعر زايد اه عنده شعر زايد وهرمون الزكورة ازيد الراجل ده عنده استعداد اكتر للزهايمر وعنده استعداد اكتر لامراض القلب طيب ايه علاقة بقى تكايسات مبيضين بالهبط والابورشن وبالاكتوبك برجنانسي ده اللي عاوزين نشدي الانتباه فيه عشان يحصل حمل خارج الرحم هو اصلا الحمل لما بيحصل هو خارج الرحم في انبوبة فلوف طب ايه اللي بيخلي الحمل يمسك في الانبوبة؟ يأيما حاجة في الانبوبة يأيما حاجة في الجنين يهلا الانبوبة طويلة ازيد من الطبيعي وبالتالي مسافة اللي بيمشي فيها البويدة كانت الانبوبة طويلة جدا لدرجة انه حصل انقصامات دي وكلها وحصل مريضة طلعت وبدأ يحصل امبلانتيشن ونغماز فوراح منغامز في الانبوبة او متعرجة فيها التساقات فقبل انما طلع الجنين منحضرات ونزل تاني مرتفعات وطلع ونازل ما كانش قدر يخلص الانبوبة او الانبوبة فيها التساقات بشكل معين او التهبات بشكل معين فلزق جوه في الافرازات والالتساقات يا اما بقى ان الجنين ده بيحصل له فأس بدري وده بيحصل مع الناس عندهم تكاس مبيضين وبالتالي يحصل الحمل خارج الرحم محدش يعرف كتير جدا ان تكاسات مبيضين لي علاقة وثيقة بالحمل خارج الرحم محدش يعرف كتير اوي اوي من تكاسات مبيضين لاطفال اللي عندهم شفة ارنبية خاصة معلقة الولاد اللي مولودين عندهم توحد لان هرمون الزكورة اللي موجود في مخهم اعلى كتير جدا من الاطفال التانية وبالتالي فانا لما سحبنا CSF ونحللنا لان عندهم اتوزم لانهم تعرضوا للهرمون الزكورة اكتر من غيرهم فهما لي علاقة بتكاسات مبيضين خلي بالك لما دورك تتبقى فهتعالجي من تكاس المبيادين مشتعالجي عشان تحملي اللي بيساعدك عشان تحملي فقط خلي بالك ده مرحلة وتعدي بس انت اللي هتقوم من اللي هجيلها سكر وضغط وامراض سرطانية في المستقبل ممكن بيجيلها امراض قلب واللي بيجيلها زهايمر وكتير جدا من عندهم تكاسات مبيادين يسألوهم بتنسوا الاكلة عن نار اه بتلبسي وتبقى نازرة راحة مشوار مش عارفة تروحي فين اه عندهم مخاوف وقلق وعندهم كمان خنقه في النوم وشخير في النوم اه لان هرمون الزكورة بيعمل سوفتننج لللارنجيا الماصل وبالتالي وهنايمة بيحصل لها كولابس في تدخينة اه تقوم مفزوع عشان تاخد شوات اكسوجين ويخد شو تاني احيانا بنعدي كلمة الشخير في النوم ده عادي وشخير في النوم ده مقدمة لامراض القلب سواء عند راجل او عند ست بيعلمونا ان تكاسات مبيادين مليهاش علاج كل الامراض المزمنة لها نسبة موجودة موجودة ولكن بتتوقف على ايه نوع العلاج وايه شكل العلاج وبدأنا العلاج ازاي وحطنا ايه الخطة المرض اللي في جسمك عايز انك تصح به طول العمر مفيش حيسمها انا زهقت انا مليت ايه الاكل والشرب اللي لقلك والبيئة اللي تلقلك خلي بالك هتخساري والله لما تعلمتي وفهمتي المرض رهيب قوي والمفروض ناخد بالنا منه ولما دورتك توقف علج دورتك اللي وقفت مش تنزل دورتك وناخد بالنا من نظام غزينا واكلنا وشوربنا التغذية العلاجية كله بيتكلموا على الاكل دلوقتي لدرجة الناس كان بتتكلم في الاول تقولك ان الفطار او واجبة الفطار اهم واجبة تدمر السحة لانك انت صحيت بتكافئ جسمك بانت لسه ما عملتش ايه مجهود عشان تسحة تفتر المفاهيم بتتغير وبالتالي ارجوكي اتعلمي تكاسم البيادين